طيب نروح لساديو مانيه كلام النهاردة تنشر الحقيقة فيه أكتر من صحيفة منهم لكيب طبعا أنه المنتخب السنغالي تلقى ضربة موجعة قبل بداية كاس العالم بأيام وأنه هيفقد خدمات نجمه الأول والأبرز والأهم ساديو مانيه خلال البطولة كلام طبعا على إصابة ساديو مانيه ما عرفش البطولة دي فيها لعنات كتيرة جدا نجوم كتير جدا جدا أنا هتكلم في ده النهاردة مع خالد وفاروق نجوم كتير جدا من العارة تقيل يعني ويمكن تكون النجوم الأبرز في منتخباتها غايبة عن البطولة وهنفتقدها الحقيقة منهم طبعا السنغالي الدولي ساديو مانيه اللي تعرض للإصابة خلال مواجهة بايم يونيخ وفيردر بريمن واتقالت أو تم ذكر الإصابة دي وأنه فرص لحاقه بطولة كاس العالم تكاد تكون يعني صعبة جدا وده حسب طبعا لسه من ثواني بسيطة جدا على الموقع الرسمي لنادي بايم يونيخ اللي قال إنه الإصابة اللي تعرض ليها ساديو مانيه خلال المباراة الأخيرة اللي فاس فيها بايم يونيخ بنتيجة ستة واحد على بيردر بريمن قالوا إنه في بعض التصليحات الصحفية يعني بعد انتهاء اللقاء إنه الرجل يعني فيه إصابة فيه شازية القدم وبالتالي احتمالات لحقه بصفوف المنتخب السنغالي في بطولة كاس العالم هتكون صعبة جدا دي طبعا لقطات من بعد تعرض ساديو مانيه للإصابة لكن مش بس ساديو مانيه خد بالك إنه فيه نجوم ملعادة تهيل جدا بدغيب عن كاس العالم عندك منتخب فرنسا اتنين من أهم العيب تخط نصه غايبين عن البطولة بكلم على بول بوكبا بكلم على نجولو كانتة عندنا المتخبات العربية عندنا المتخب السعودي المتخب المغربي المتخب التونسي فيه بعض الغيابات نتيجة الإصابات فالإصابات الحقيقة هتأثر على غياب عدد كبير جدا من النجوم وخد دلك في الاعتبار كمان وفيه نجوم تانية ودي مشكلة الحقيقة دي مشكلة من مشكلتي مع البطولة يعني طبعا إحنا كلنا بنستنى بطولة كاس العالم كل أربع سنين وبتكلم على منتخبات تقيلة وبتكلم على مطشط ومواجهات نارية لكن فيه زي زي كده ما هنقض نتابع البطولة من وراء الشاشة فيه نجوم من العرد تقيل جدا وأسماء من أهم خليني أقولك من أهم عشر نجوم على مستوى العالم هتوقت تتفرج زيها زيت فما تزعلش قوي أنه منتخب مصر مش رايح صلاح مش رايح هالند مش رايح خفيتشا مش رايح محرز مش رايح وغيرهم من النجوم